بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذا أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري عظم الله جورنا وأجوركم بشهادة سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام وبسبب مولاتنا زينب سلام الله عليها إلى الشام ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم جميعا لزيارة الإمام الحسين عليه السلام في زيارة الأربعين أحد الأخوة بعث إلينا برسالة قبل يومين وقال نحن لدينا بيت على طريق الزائرين والزائرون عندما يدخلون إلى البيت يستمعون إلى صرخات عالية في البيت ونحن صراحة لا نريد أن نخيفهم أبدا ونقول لهم بأن لدينا بعض الأطفال يصرخون ولكن حقيقة بأن لدينا إمرأة من الأقارب هي حاقدة على أمي كثيرا وقالت لها بنص العبارة إلا أفسد بيتك عليك بالجن والسحر ولذلك نحن على طوال إسبوعين ونسمع هذا الصراخ داخل البيت وكذلك نسمع إلى مسألة نوع من أنواع الهمهمة وكذلك نوع من أنواع النباح هو أمر عجيب وصراحة دخلنا بسرعة في مسألة المرض صغيرنا كبيرنا لديه أمراض لا نعرف أسبابها أبدا النتيجة بأن الزائرين بدأوا ينزعجون أثناء الليل من صوت النباح أو من صوت الصراخ لغير ذلك ولدينا حديقة كبيرة أحد الزائرين قال بأن هناك طفلة في داخل أجلكم الله بيت الخلاء هل يجوز ذلك؟ وصراحة نحن نعرف أن ليس هناك طفلة فقلنا له من باب كي لا نخيفه نعم هذه الطفلة الآن سوف نخرجها ولكن دخلنا يقول في رعب عجيب ومع الأسف الشديد هذا الأمر يعني مع الأسف هذا يدل على نذالتهم أو على خساستهم عائلة هذه المرأة وهذه المرأة كما حدثني مع الأسف الشديد وهم يعلمون كل العلم بأن هذا البيت هو لخدمة زوار الإمام الحسين عليه السلام ولكن الشيء الجيد من هذا البطل ومن هذه العائلة الحقيقية في خدمة الإمام الحسين بأنهم لم يخبروا أحدا بذلك فصراحة أعطيتهم ما قاله الإمام الصادق عليه السلام في علاج هذا الأمر ما هو العلاج؟ ما ورد في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي في الجزء الثامن الصفحة ثلاثمائة وثلاثة عشر الإمام الصادق عليه السلام قيل له تربت قبر الحسين عليه السلام هل هي أمان من كل خوف؟ هل هي حرز من كل ما يؤذي الإنسان؟ يعني بمعنى من الجين من السلطان من الشيطان من السحر إلى غير ذلك فقال الإمام الصادق عليه السلام نعم إذا أراد أحدكم أن يكون آمنا من كل خوف خوف من الجن خوف من السحر خوف من الحسد خوف من السلطان من أي أحد فليأخذ المسبحة من تربة سيد الشهداء ويدعو بدعاء المبيت الذي دعا به الإمام عليه عليه السلام على فراش النبي صلى الله عليه وآله ثلاث مرات تقرى على المسبحة الحسينية التي هي مصنوعة من طين قبر الإمام الحسين عليه السلام هذه الموجودة الآن والتي تهدى في كربلاء أو في النجف أو غير ذلك وتقرأ عليها دعاء المبيت للمولى علي بن أبي طالب عليه السلام ثلاث مرات طبعا إن شاء الله تعالى الدعاء سوف نضعه في صندوق الوصف وكذا الذي يبدأ أمسيته اللهم معتصما بذمامك وجوارك المنيع الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناتق من كل مخوف بلباس سابغة حصينة إلى آخر الدعاء سوف نضعه لكم ثم بعد ذلك ماذا تفعل؟ عليك أن تقبل هذه المسبحة وتضعها على عينيك وتقول اللهم إني أسألك بحق هذه التربة وبحق صاحبها وبحق جده وبحق أبيه وبحق أمه وأخيه وبحق ولده الطاهرين اجعلها أمانا من كل خوف وحفظا من كل سوء وكذلك شفاء من كل داء ثم ضعها في جيبك فإن فعل ذلك في الغدات فلا يزال في أمان الله حتى العشاء وإن فعل ذلك في العشاء فلا يزال في أمان الله حتى الغدات أي بمعنى على طوال يومك أنت سوف تكون محفوظ أما إذا استخدمت التربة الحسينية المهدات ليس مسبحة تأخذ التربة الحسينية في رواية أخرى ما ورد في كتاب الوسائل في الجزء العاشر صفحة 411 كذلك سئل الإمام الصادق عليه السلام كيف تربة الحسين أمان من كل خوف فقال إذا خفت شيئا أو غير ذلك فلا تخرج من منزلك إلا ومعك من طين قبر الحسين عليه السلام وقل إذا أخذته تربة حسينية عندك في البيت تقرأ عليها اللهم إن هذا طين قبر الحسين وليك وابن وليك أخذتها حرزا لما أخاف ولما لا أخاف فإنه قد يرد عليك ما لا يخاف قال الرجل فأخذتها وكان كما قال لي الصادق عليه السلام أمانا من كل خوف وعلى كل حال فعندما أعطيناه هذين الدعائين يقرأها على التربة الحسينية وماذا يفعل بعد ذلك يوزع هذه التربة الحسينية على أرجاء المنزل على أرجاء المنزل ولكن بأماكن نظيفة عالية يقول سبحان الله في تلك الليلة عندما نمت وإذا بي أرى أماكن السحر التي وضعتها هذه المرأة الحاقدة على أمي أين هي الأماكن بيّنها لنا الإمام الحسين سلام الله عليه وعند الصباح فورا جلسنا وجاءت أمي وأخرجت السحر الذي قد وضعته هذه المرأة والأتي مع الأسف من أقاربنا وأين وضعته واستخرجناه هذا كله بفضل تربة الإمام الحسين سلام الله عليه وطبعا أخوتي الأعزاء يعني تعودنا دائما يعني في حالة البناء اليوم لديك بيت وتريد أن تقوم ببنائه أثناء ما يعني يقومون ببناء الحاقد ببناء الجدار بالطابوق ضع تربة الإمام الحسين وأكثر من تربة في كل زاوية من زوايا البيت أثناء البناء في كل جدار من جدران المنزل ضع تربة الإمام الحسين موجودة في كربلا بحمد الله كثيرة وإهدي منها مجموعة كثيرة يعني إهدي منها وإقرأ عليها هذه الأدعية إقرأ عليها هذه الأدعية وضعها من ضمن البناء هذه التربة ضعها من ضمن البناء فيكون بيتك محفوظ من الجين من السحر من أحد تخافه من المراض من العلال يعني من أي شيء أنت تخافه من أي شيء يكون بيتك محفوظا حفظا تاما وهذا ما يعني يفعله الكثير ونفعله أيضا عندما تبني شيئا ضع تربة الإمام الحسين عليه السلام في جدار المنزل في الحيطان في الجدران ضعها أضع في هذا الجدار وهذا الجدار وهذا الجدار بعد أن أقرأ هذه الأدعية فتكون التربة الحسينية حرزا لك أمانا لك من كل ما تخاف وتحذر ويكون البيت مأمونا محفوظا من الجين من الحساد من السحر إلى غير ذلك على كل الأحوال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوافقنا دائما وأبدا أن نرجع إلى رواية أهل البيت عليه السلام لحل مشكلاتنا جميعا ويقول بعدما أخرجنا هذا السحر بحمد الله عز وجل ووضعنا تربة الإمام الحسين عليه السلام في كل أماكن المنزل يقول نحن بيتنا بحمد الله يعني نحن بيتنا فيه تربة الإمام الحسين ولكن لم نقرأ هذه الأدعية على التربة الحسينية أو على المسبحة الحسينية لتكون أمان لنا وأمان لبيتنا فبعد القراءة سبحان الله مرت علينا الليالي بهدوء وكأن شيء لم يكون نسأل الله أن يوفقنا دائما وأبدا في خدمة زوار أهل البيت عليهم السلام إن شاء الله تعالى وأنوه دائما وأبدا لجميع أهل الحسابات الأخرى أمثال أبو علي بن النجاف ابن النجاف أو يسمي نفسه في بعض الأحيان سيد أبو محمد بن النجاف أو أبو علي الكلابي أو سيد وسام أو غيره بأن لا أبرئ الذن مطلقا له ولغيره بأن يأخذ من مقاطع قناتنا سواء كانت قديمة أو جديدة لا نبرئ الذن برنامج صباحات ولائية من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام